اشتركوا في القناة احياء مسار السلام المتعثر منذ بدء الحرب وبحسب العديد من المصادر فمن المتوقع ان يتجه كل من المبعوثين الامريكي والاممي الى مسقط لبدء جولة مباحثات جديدة مع الحوثيين والذين يضعون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كشرط للبدء في اي ترتيبات لوقت اطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية تحركات ليست الاولى في مسار احياء السلام باليمن فمنذ نهاية فبراير الماضي قام المبعوث الامريكي والاممي بجولة شملت عدة دول في محاولة لدفع اطراف الصراع الى وقف اطلاق النار ووقف كارثة انسانية طال كل شيء في البلاد وبالرغم من كثافة تلك التحركات الدولية الا انها لم تفلح حتى اللحظة في اقناع الاطراف المتحاربة للذهاب الى مشاورات جديدة وحل الازمة او اسكات النيران المشتعلة في عدة جبهات بل انها تأتي وفق مراقبين لتعزيز قناعة لدى المجتمع الدولي بان اي حسم عسكري لصالح دول التحالف اصبح بعيدا وهو ما شكل دافعا رئيسيا لدى ميليشيا الحوثي لرفض مبادرات السلام والاستمرار في خوض الحرب والتوعد بالعديد من المفاجآت العسكرية وفيما يشهد الحراك الدولي زخما غير مسبوق تثار الكثير من الاسئلة حول اسباب فشل هذه الجهود طوال ست سنوات في معالجة الصراع وإيقاف الحرب والتي كانت لها آثار مدمرة على اليمن واليمنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر